اجتماع وزري قضائي خصص لفضيحة دواء الفاسد يبدو أن ملف الأدوية المخشوشة وما رافقه من تسريبات ومعلومات ومن ضجيج أعلامي لن يطوى قريبا فصباح الاثنين شكلت القضية محور اجتماع عقد في مكتب وزير العدل شقيب قرتباوي جمع الأخير مع وزير الصحة علي حسن خليل والمدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي قرتباوي مد وزير الصحة بدعم قوي فأكد أن الأخير طلب تدخل القضاء منذ 12 تشرين الأول الماضي ولم يسعى للفلفة الموضوع وتغطية أحد كما جزم أنه شخصيا لا يتهاون تماما كما فعل في ملف الطعام الفاسد ما في شي نايم ما في شي محطوط بجرار حدا في عدلية عبتقوم بمهماتها عبتقوم بوجباتها استلم النائب العام الرئيس حاتم ماضي عبتابع على القضية لم بيّن أنه فيه ألة شعوبات أكبر قرر أنه هو شخصيا يتولى مراقبة التحقيق وما يجري وإذا بتسمح لي حضرة الرئيس بس بدي يقول للرأي العام يعرف هذه ملفات كلكم أو أكتركم يمكن تعرفوا بالأضايا تحقيقات حسن خليل جدد القول أن وزارته قامت منذ اكتشاف عمليات التزوير وبعيدا عن الأعلام بعمليات تفتيش للصيدليات والمستودعات سحبت الأدوية المزورة حتى بات السوق نظيفا منها بنسبة 99% موضحا أن الأدوية لم تدخل على شكل فلت ولم تصل للمستشفيات الحكومية أو المستوصفات وكل المتابعة تمت وفق أليات عالمية بحسب وزير الصحاف نحن الذين أرسلنا الملف منذ اللحظة الأولى فيه لائحة الأدوية وفيه الشركات بشكل واضح وفق فواتير واضحة وأنا في أجزم لكم أن ما يقال عن جهة سياسية ينتمي إليها أحد الأشخاص المعنيين بهذا الملف لم تراجع ولم تطلب وساطة وهي أكدت في بيان إعلامي عن رفع الغطاء عن أي متورد وأنا أتحفظ عن ذكر أي اسم في هذه القضية حتى ينتهي التحقيق وردا على سؤال شرح حسن خليل أن لا مجال لتمر الأدوية المزورة في لبنان والطريقة الوحيدة للتخلص منها هي إعادة تصديرها أما إقفال المستودعات المتورطة فينتظر عمل القضاء وتحقيقاته أبلغت مصادر مواكبة للتحقيق في فضيحة الأدوية المزورة صحيفة النهار أن التحقيق لا يأخذ وقتا طويلا وهو سيتواصل هذا الأسبوع استنادا إلى خيوط مهمة يبنى عليها ومن المقرر أن يجتمع رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني اليوم بالمداعي العام التمييزي حاطم ماضي وقال مجدلاني للنهار أنه رأى في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس وزيراء العدل والصحة محاولة للفلفة الموضوع باعتبار أن أي إجراء قضائي لم يتخذ حتى الآن في حق المتهم الرئيسي الذي يواجه ملفا كبيرا من الاتهامات وتساءل لماذا أحيلت القضية على هيئة القضايا ولم تحل فورا وكما يجب على النيابة العامة التمييزية